بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدة محمد وعلى آله وصحبه المعين أعكم بستر محمد السيد السلاموني نحن لما مرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية عنوان محاضرة اليوم أنواع الدوجي وتأثيره على حركة الأسعار أولا ما معنى شمعة الدوجي الدوجي هو عبارة عن شمعة يكون فيها سعر الفتح مطابق تماما سعر الغلق مع وجود غلال متفاوتة في الطول كما توجد شموع أخرى شبيهة بالدوجي وتعتبر لها نفس خصائص الدوجي والتأثير على الأسعار إلا أنها تكون غير مثالية وهناك معلومات عامة هامة تشترك فيها جميع أنواع الدوجي رقم واحد ظهور الدوجي بعد اتجاه سعري واضح يدل على الحيرة واحتمالية الإنعكاس تعتمد على الشمعة التي بعد الدوجي ما معنى هذا الكلام؟ تخيل معي اتجاه صاعد ثم تشكلت معي شمعة الدوجي ما معنى الدوجي في اللحظة التي يتشكل فيها؟ في هذه اللحظة الدوجي يعبر عن الحيرة ومصار غير واضح للأسعار وكل شيء محتمل الحدوث بعد الدوجي لكن بتبقى فيه احتمالية للإنعكاس أكثر من الاستمرار وتعتمد هذه الاحتمالية على الشمعة التي تأتي بعد شمعة الدوجي يعني الشمعة التي تأتي بعد الدوجي هي التي سوف تفصل في الموضوع وهي إلها تعرفني إذا كان فيه احتمالية للإنعكاس أو لا وتسمى شمعة التأكيد إذا رجعت وأغلقت أسفل ظل شمعة الدوجي هنا بيكون عندي احتمالية أكبر للإنعكاس إلى أسفل ويتغير الاتجاه من صاعد إلى هابط بينما إذا ارتفعت وأغلقت فوق الظل العلو لشمعة الدوجي في هذه الحالة يكون عندي احتمالية لاستمرار الاتجاه على ما كان عليه وهو الصعود رقم اثنين إذا أغلقت الشمعة الموالية للدوجي بعده وفي نفس الاتجاه السابق فهنا يدل على الاستمرار المحتمل والعكس الصحيح يعني إذا كان عندي اتجاه صاعد وجاءت شمعة الدوجي والشمعة التي جاءت بعده أغلقت فوقه بمعنى أنها مشابهة للاتجاه السابق في هذه الحالة يبيكون عندي احتمالية أكبر للاستمرار والعكس صحيح في حالة النذول إذا تشكل معي شمعة الدوجي وبعدين جاءت شمعة أغلقت تحت شمعة الدوجي هنا بيكون عندي احتمالية أكبر في الاستمرار وليس في الانعكاس رقم ثلاثة ظهور الدوجي عند القمم يعطي دلالة انعكاسية أكبر من تواجده عند القيعان معنى هذا الكلام أن الدوجي ممكن يلاقيه موجود في القمم وممكن يلاقيه موجود في القيعان مفيش أي مشكلة لكن لحظنا على الشرط أن وجوده في القمم يعطي احتمالية على الانعكاس بشكل قوي وهذا الكلام ينطبق على جميع أنواع الدوجي اللي هندرسها رقم أربعة الدوجي يلعب دور مهم جدا كمستوى دعم ومقاومة يعني المستويات اللي بيكون فيها دعم وييجي عندي فيها دوجي هذه ممكن جدا تعكس الأسعار وترتد الأسعار من عندها إلى أعلى ويتغير الاتجاه من هابط إلى صاعد ونفس الشيء في أماكن المقاومة إذا شكل السعر دوجي عند مستويات المقاومة فده برضو بيدي احتمالية كبيرة للارتداد إلى أسفل وعكس الاتجاه من صاعد إلى هابط رقم خمسة ودي نقطة مهمة جدا وهي إذا ظهرت دوجي بعد سلسلة من الشموع الصغيرة جدا يفقد معناه إلى حد ما وتصبح الفائدة منه تكاد تكون منعدمة في هذه الحالة مش هقدر أعتبره إنه بيدل على الحيرة ولا هيعكس الاتجاه ولا هيخلي الاتجاه يستمر زي ما هو أم لا هذا يعني إني لو كان عندي اتجاه صاعد وبعدين بدأت ألاحظ أن الشموع أصبحت أجسمها صغيرة جدا ويتخللها دوجي في الحالة دي مش هقدر أحكم على الدوجي على إنه إشارة إنعكاسية أو إشارة استمرارية في هذه الحالة يفضل إن إحنا ننتظر السعر يتعدى هذه الشموع ويصبح فيه زخم عشان نقدر ناخد قرار من خلال شمعة الدوجي هذا الكلام معناه أنه مهم جدا إننا نشوف الدوجي بعد شموع كبيرة في هذه الحالة بكله تأثير وأهمية إنما لو كان بعد سلسلة من الشموع القصيرة الصغيرة في هذه الحالة يفقد معناه ويفقد دلالته رقم ستة النقطة الأخيرة في المعلومات المشتركة لجميع شموع الدوجي أن الدوجي على الفواصل الزمنية الأقل من 30 دقيقة يعد بلا جدوى يعني إذا كنت تتداول على فريم ربع ساعة أو خمس دقائق أو حتى دقيقة مش هتقدر تحكم على الدوجي كنقطة دخول أنا في الحالة دي ممكن أحلل باستخدامه بس ما قدرش في الفريمات إلا أهل من نصف ساعة أعتمد عليه كنقطة دخول وأتداول من بعده طيب ما هي أنواع الدوجي في الشموع اليابانية؟ عندنا ثلاث أنواع من الدوجي الاختلافات بينها تكون على مستوى الشكل فقط وليس على مستوى المضمون النوع الأول يسمى الدوجي طويل السيقان لونجليج الدوجي أهم ما يميزه أن طول أغل العلوي والسفلي طويلان بشكل كبير جدا مقارنة بفتح وإغلاق جسم الشمعة يعني لو لاحظنا أن مستويات الغلال فوق وأسفل جسم الدوجي تكون طويلة جدا وبشكل واضح وأحيانا يستثنى أحد الظلين من الطول يعني بالشرط يكون كل من الظلان طويلان المهم بيكون أحدهما طويل وليس بالشرط أن يتساوى كل من الظلين في الطول لكن في الحالة المثالية بيكون كل من الظلين طويلين في حالة خاصة للدوجي طويل السيقان وبنعتبرها لها نفس الخواص في التحليل الفني وهي أن الظلان يكونان طويلان جدا ولكن بدلا من أن يغلق السعر على نفس المستوى في الحالة الأولى هللاقي الشمعة في الحالة دي لها جسم واضح إلى حد ما لكنه صغير بالمقارنة بذيول الشمعة هذه أيضا تعتبر شمع الدوجي طويل السيقان بغض النظر عن اللون ممكن نعتبرها غير مثالية لكنها شمع الدوجي طويل السيقان في حالة ما إذا تساوى طول أغلال والإغلاقات حصلت في المنتصف السعري سوى في الحالة المثالية أو غير المثالية تسمى في الشموع اليابانية باسم رجل الركشة وأحيانا تسمى بالموجة العالية هايويف وهي مجرد مسميات أهم حاجة أعرف مفهوم الدوجي وتأثيره على حركة الأسعار النوع الثاني هو ما يعرف بدوجي شاهد القبر جريفستون دوجي هذا الدوجي مميز جدا ونادر في نفس الوقت أهم ما يميزه أنه يتساوى فيه أسعار الشمعة في الفتح والإغلاق مع أدنى سعر في الشمعة وهذا يعني أنه لا يوجد أدنى مستوى وصل إليه السعر أدنى مستوى وصل إليه السعر بيساوي سعر الفتح بيساوي سعر الإغلاق هذا النموذج نادر إلا أنه يحمل دلالة إنعكاسية كبيرة جدا وخاصة إذا جاء بعد اتجاه صاعد بنعتبره إنعكاسي بدرجة كبيرة جدا يعني لو كان عندي اتجاه صاعد وظهر دوجي شاهد القبر ففيه احتمالية كبيرة جدا لعكس الاتجاه من صاعد إلى هابط ولكن برضو مهم جدا إن إحنا نستنى الشمعة التي تغلق بعد الدوجي إذا أغلقت أسفل نونه بعد اتجاه صاعد فهذا معناه أنه فيه احتمالية لعكس هذا الاتجاه من صاعد إلى هابط بينما إذا أغلقت أعلى منه فهذا فيه دلالة على الاستمرار في نفس الاتجاه الصاعد إذا كان الاتجاه الأول اتجاه صاعد هذه المعلومات سوف تساعدنا كثيرا فيما بعد لما نتعرض لمحاضرة الكسور الكاذبة والكسور الصحيحة في ملحوظة مهمة جدا أحب أقولها إذا عكس وضع نموذج شاهد القبر يصبح اسمه درجون فلاي دوجي أو شمعة الدبور أو الدبور الطائر النوع الثالث والأخير من شموع الدوجي هو دوجي ثلاثي النجوم ترايستار دوجي وهو عبارة عن ثلاث شموع دوجي تأتي وراء بعض وكما هو موضح للشرط دي تعتبر الحالة المثالية له يعني مش مهم نوعها ممكن هذه الشموع تيجي من أي نوع من الأنواع اللي احنا اتكلمنا عنها المهم أن مجيء هذه الشموع وراء بعض تعطي دلالة قوية جدا على نعكاس الأسعار وهي كما قلنا نموذج نادر يعني نادر جدا أنك تلاقيه ثلاث دوجي وراء بعض بكامل الصفات بيكون فيها سعر الفتح بيسوي سعر الغلق ولكن في المعهود في هذا النموذج على الشرط أنك تلاقيه مشترك وتلاقيه بيتكون من كذا نوع من أنواع الدوجي والآن مع أمثلة عملية على الشرط كتطبيق على شمعة الدوجي بجميع أنواعها طيب لو حبينا ناخد أمثلة تطبيقية على هذا النموذج لو تلاحظ معي في هذه المنطقة عندي دوجي أو ما يسمى بشبيه الدوجي لكن يعتبر دوجي والذي يفصل في اعتباره دوجي أم لا هو طول الظلال كل ما كانت الظلال طويلة بالمقارنة بجسم الشمعة كل ما كان عندي صلاحية لاعتبار الشمعة دوجي وممكن تسبب انعكاس في الاتجاه ولو تلاحظ أنه كان عندي اتجاه صاعد ثم تشكل معي دوجي في هذه المنطقة السعرية طيب عشان أتداول لازم أستنى الشمعة التي تغلق بعد الدوجي لاحظ أنه عندما أغلقت هذه الشمعة فوق المستويات العلواني الدوجي أصبح الاتجاه استمراري وكمل صعود إلى أعلى في نفس الاتجاه بدون أي مشاكل أهم حاجة أستنى شمعة التأكيد اللي بتيجي بعد الدوجي يعني إذا كان الاتجاه صاعد وجاءت أمامي شمعة الدوجي مثالي في هذه الحالة هنا أنا مش هقدر أحكم أنه سوف يعكس الاتجاه أم لا عشان كده أنا لازم أستنى أشوف الشمعة اللي تيجي بعد شمعة الدوجي هيكون موقفها إيه إذا أغلقت هذه الشمعة فوق هذا المستوى أي فوق الظل العلو لشمعة الدوجي فده بيديني تأكيد على استمرار الصعود لأن الاتجاه اللي كان قبل الدوجي كان صعود وحدث معي إغلاق فوق الحد العلوي لشمعة الدوجي عشان كده توقعنا الصعود وفعلا صعد السعر الأعلى ولو بصينا على المثال ده هنلاقي بعدين استمر معي هذا الصعود وتشكل معي نموذج الرجل المشنوق هنجنجمان في هذه المنطقة ثم شمعة صغيرة جدا ثم جاءت شمعة الدوجي يبقى عشان أدخل صفقة صحيحة أستنى أشوف الشمعة اللي هتغلق بعد الدوجي زي المثال اللي قدامي ده الشمعة التي جاءت بعد الدوجي هلاقيها أيضا شمعة رجل المشنوق هنجنجمان ثم شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل الصفلي للدوجي أكدت لي فعلا أن هذا الاتجاه سوف يستمر في الغبوط طيب ممكن حد يسأل سؤال هل أعتمد في دخولي بالبيع على الشمعة التي تغلق تحت أدنى مستوى لظل شمعة الدوجي أم تحت ظل شمعة الرجل المشنوق في كلتا الحالتين مفيش مشكلة يعني ممكن أعتمد على نقطة دخول بالبيع سواء أغلقت الشمعة تحت أدنى ظل شمعة الدوجي أو تحت أدنى ظل شمعة الرجل المشنوق كلا هما صحيح وكمان من باب المراجعة على نماذج أخرى درسناها أفكرك أن أنا عندي هنا في نفس المستوى وفي نفس المنطقة نموذج قمة ملقات ويزرستوب وهو أيضا نموذج عاكس الاتجاه إذن جميع هذه العوامل المجتمعة في هذه المنطقة أدت إلى عكس الاتجاه وواضح أنه إنعكاس قوي جدا نظرا لتجمع عدة عوامل ونماذج عاكسة للاتجاه سواء الدوجي أو الرجل المشنوق أو قمة الملقات المثال التالي لو تلاحظ معي في هذا المثال في هذه المنطقة التي عليها شكل بيضاوي تشكل معي شامعة الدوجي مثالية جدا وممكن تليها على الشرط اللونها مختلف مش شرط تكون أحمر أو أخضر طيب عشان أتداول بعد زور شامعة الدوجي لازم أستنى الشامعة التي يتيجي من بعده وواضح أنها أغلقت فوق الظل العلو لشامعة الدوجي عشان كده حصل عندي إنعكاس في الأسعار من هبوط إلى صعود عشان كده ممكن تدخل صفقة شراء مع المشترين بس بعد شامعة التأكيد التي أغلقت فوق مستوى ظل شامعة الدوجي وهناك ملحوظة مهمة جدا الدوجي إذا ظهر عند مستويات دعم أو مقاومة فبيكون ده مهم جدا ويديني دلالة أكبر على عكس الاتجاه وزي ما احنا شايفين على نفس المثال ده الدوجي موجود عند منطقة دعم قوية والشامعة الموالية له أغلقت فوق الظل العلو لشامعة الدوجي عشان كده حصل عندي إنعكاس في الاتجاه بشكل قوي جدا المثال التالي على نفس الشرط لو تلاحظ تكون عندي مرة أخرى شامعة الدوجي طب ليه أنا اعتبرتها دوجي على الرغم من أن ظلال العلوي غير طويل بالمقارنة بظلال صفلي وجسمها إلى حد ما غير صغير لأن شامعة الدوجي طويلة السقان ليجي الدوجي ليس شرطا أن يكون كل من الظلين طويل جدا يكفي أن يكون أحد الظلال طويل بشكل مبالغ فيه بالمقارنة بجسم الشمعة حتى كمان لو تلاحظ أن الظلال العلوي أكبر من جسم الشمعة على هذا الأساس أنا اعتبرت دوجي بدون أي مشاكل وزي ما قلنا شمعة التأكيد اللي جات بعد كده لما أغلقت فوق مستويات الحدود العلوية للدوجي فالسعر كمل في الاتجاه اللي كان قبل الدوجي وهو الصعود بدون أي مشاكل وده حاجة مهمة جدا لازم أكون ملاحظة كويس عشان أعرف أستخدم الدوجي أثناء التحليل وبنان عليه أقدر أتداول وأدخل صفقات المثال التالي على نفس الشرط لو تلاحظ تكون عندي في هذه المنطقة دوجي بعد اتجاه هابط حتى لو كان هذا الاتجاه قصير مفيش أي مشكلة يعني في هذه الحالة الاتجاه قصير Minor Trend عبارة عن تصحيح مقارنة بالاتجاه العام السابق ولكن لما بصله في Minor Trend هلاقي اتجاه هابط ظهرت في نهايتي شموع دوجي عكست الاتجاه وخلت الأسعار تصعد أعلى أما المثال التالي على نفس الشرط هذه هي الشمعة اللي كنت أحب أن نبه عليها هذه المنطقة لو تلاحظ اتشكل معي دوجي فيها ولكن السعر لم ينجح في الإغلاق أسفل الظل السفلي للدوجي وبالتالي لم يحدث الإنعكاس بينما بمجرد أن أغلقت الشمعة القضراء فوق الظل العلو للدوجي كمل استمرار الأسعار في الصعود بدون أي مشاكل ولكن أهم حاجة عايز أقولها في هذا المثال إن أنا عايزك تبص على الشمعة الصغيرة جدا الموجودة في هذه المنطقة هذه هي شمعة شاهد القبر جريفستون دوجي بعده لو تلاحظ جد شمعة الشهاب شوتينج ستار ومن بعد كده الاتجاه هبط وبوطا قويا إلى أسفل وحدث نزول حاد في الأسعار أما المثال التالي بعد هذا النزول الحاد حدث صعود في الأسعار مرة أخرى نتيجة وجود المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر وهي نموذج عاكس للاتجاه من هابط إلى صاعد بس لو بصيت في نهاية هذا الاتجاه الصاعد هتلاقي يتكون عندي نموذج ثلاث النجوم أو الدوجي ثلاث النجوم في هذه الحالة لو تلاحظ كان عندي اتجاه صاعد ثم تكون عندي ثلاثة شموع للدوجي طويلة السيقان بما أنهم ثلاثة نجوم وارا بعض فأنا بالنسبة لي كده تكون عندي نموذج ثلاث النجوم حتى لو هذه الدوجي ليست مثالية بنسبة 100% لكن أنا بما أنها تعتبر دوجي فيبقى النموذج صحيح فسواء لقيتها بنفس الشكل أو بشكل مختلط من نجوم الدوجي بمجرد أنهم يوجوا وارا بعض فده بالنسبة لي نموذج انعكاسي وأتوقع من بعده انهيار في الأسعار وخصوصا إذا كان موجود في قمة كمان لو تلاحظ أن السعر كان في اتجاه صاعد ثم تكون عندي هذا النموذج نموذج ثلاث النجوم هبط السعر بعده مباشرة ممكن تدخل مباشرة صفقة بيع ويفضل أنك تستنى شمعة التأكيد التي تغلق تحت الظل السفلي لجميع مستويات شموع الدوجي ثلاث النجوم وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السيموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته